سعد صباحك من جديد لعب سباك سيارات رالي وخبير بالسيارات شوفنا الفيديو شوي راحة الكف نحو الديزل خلينا نبلش بداية شو الفرق بين بنزين وديزل في الاحتراق في المادة إلى ما ذلك في البداية اللي هو في عندنا محركات الديزل في عندنا محركات البنزين جهتين ممتازات بس في كل محرك على هو طبيعة استعماله يعني صاحب مثلا اللي بده يمتلك سيارة انه هو بقرر انه وين يروح على الديزل والبنزين ليش لانه الديزل طبعا احنا بنعرف انه كسعر لتر السولر اقل من البنزين بس انه اللي بلجأ مثلا لمحركات الديزل اللي مثلا استعماله على هو استعمال السيارة الشخصي يعني مثلا اللي بقطع مسافات بمشي يعني اللي بيطلع بين المدن بيكون بكثرة هذا يعني يستحب انه يروح على محركات الديزل ليش لانه بوفر طبعا بالاستهلاك بالتكلفة طبعا فيه شغلة تانية اللي هي احنا بنيجي بعديها نحكي انه محركات الديزل بتكون صيانة تاعتها بتكون تكاليفها اكتر في عنا مثلا عفوان في عنا اللي هو تكاليف اللي ما بعد يعني استعمال السيارة انه خرابها شوي يعني بيكون اكثر من البنزين الديزل الديزل كيف من اي ناحية هسا برجع على هو الاستعمال والمحافظة على محرك الديزل لانه انت اذا بدك انه محرك الديزل يضل اه ممتاز بده عناية اكثر من البنزين كيف العناية هاي بتكون يعني السائق على ايش يدير باله على اساس يضل المحرك زي يعني مثل ما بنحكي شاركي هسا احنا طبعا السولر الموجود عنا يعني احنا هذا الموجود في انه دايما صيانة دورية للمحرك اللي هي غيار الزيت الفلاتر اهم اشي عشان انه بطول بطول بعمر المحرك يعني بيضل شغال مليح يعني كويس طب المحركات البنزين بتعطي دايمومي اكثر يعني صيانة اقل صيانة اقل وهو كمحرك بنزين يعني ما في عليه حكي ممتاز بس احنا بنرجع اللي هي المقارنة انه على هو انت مثلا شو استعمالك للسيارة يعني مثلا اللي مثلا كل تحركاته وتنكلاته بسيطة وداخل المدينة لا يفضل انه يروح لمحرك الديزل ليش لانه في عندك اكتر من شغلي مثلا اذا بدنا نيجي نحسبها على مثلا بس مستوى قصة سعر البنزين في عندك الترخيص طبعا محركات الديزل بيكون ترخيصها اكتر من البنزين في عندك الصيانة وقطع محركات الديزل اغلى من محركات البنزين قطع الغيار اغلى من محركات البنزين سيارات الديزل بشكل عام بتكون اغلى من سيارات البنزين طب اذا بدنا نيجي نحكي فلسطينيا يعني وكونك اكيد سيد عبدالالله لا عبرالي وخبير بالسيارات مين اكثر واجعنا بفلسطين ولا مين بيميلوا الشباب او خلينا نقول الشباب الفلسطيني اللي مفعمين وشغفين بالسيارات لايش بروح بتميل اني كفف الشراء في الاقبال على ايش بالضبط بصراحة بتروح للبنزين بنزين يعني في عندك السيارات الشغف كلهم توفرين مثلا ببنزين في سيارات ديزل قوية وبتاعته سرعة وكل اشي بس يعني نظرتنا هنا في المجتمع خلينا نقول او التوجه على انه استعمال يعني بيجي الشخص انه انا استعمالي للسيارة يعني اذا بكثرة كثير بروح باتجه على سيارات الديزل ليش؟ على اساس انه توفير من المصروف يعني فيه فرق مثلا اللي بيقتني سيارة ديزل واللي بيقتني سيارة بنزين يمشوا اتنين مثلا خلينا نقول ميتان كيلو اللي معا الديزل واللي معا البنزين ميتان كيلو فبتلاك انت فيه فرق يعني منيح بالمبلغ بين بس على مستوى كسط سعر هذا بس هون بفلسطين الفرق في السعر ولا في كل دول العالم لا اذا اذا اجينا نحكي مثلا في دول في اوروبا رفعوا سعر السولر ليش؟ عشان اقللوا من استعمال وحركات الديزل ليش؟ انه بكلك يعني منظمة السحة العالمية حكت انه فيه اتنين وعشرين الف حالة وفاة سنويا بسبب انبعاثات تلوث للبيئة شايف؟ بالالفين وخمسة وعشرين هسه بكلك الولايات المتحدة قاعدة بتنظر انها خلاص تنهي اش اسمه بحركات ديزل عنده ليش؟ بسبب الانبعاثات حتى حاليا يعني سواء الانبعاثات بنزين ولا ديزل فيه سيارات الهايبرد على السوق يعني كضرب السولر والبنزين أسا هون اذا بدك تروح على سيارات الهايبرد فيه توفير لسه ببقى فيه اشي شاسع يعني ماشي يعني فيه يعني الواحد بالمعنى البسيط بحس انها سيارة سيارة الهايبرد سيارة والله قبل لكل من يوم انا ويصل جربنا اخر واحد يعني بدهاش حدا يزق في الموضوع الهلو فيها طبعا يعني التكنولوجيا ما هي انه انت اصلا ما بتحس ان السيارة مثلا مش ماشي ولا ايش لا السيارة هي لحالة مثلا على سرعة معينة لما توصل مثلا بكل سرعتها او انها بحاجة انها البنزين مباشرة تشتغل بنزين السيارة وانت ماشي يعني واستعمال داخل البلد بتضلها كهرباء يعني طبعا اذا بقيت يعني بسرعة داخل البلد وبطيئة بتضل سيارة متوفرة فلسطين بكثرة موجود يعني فطول كرهم وفي يعني بكل مناطق وحسا فيه سيارات يعني فيه تجار بيحكوا انه فيه سيارات بدها تيجي فول هايبرد يعني الفورد الفيوجين اكتر من النوع يعني طب بالنسبة قوة متانية بتشوف سيارات البنزين ولا على حسب نوع الشركات المصنعة قوة متانية على الطريق لا السهاي ما لها يعني عفوا ما لها دخل بقصة بنزين وديزل هيك بننتجه لا ايش انه شو نوع السيارة يعني كثبات ومشتبات وقوة في عندك محركات ديزل اللي بتبقى يعني مثلا على الجبات وعلى هاد ما عليها حكي يعني من ناحية قوة موجودة ومن ناحية متانية موجودة بس هيك بنرجع انه نقول مثلا كنوعية سيارة اما كمحركات مثلا اذا بنا نقارن محرك ديزل محرك بنزين الجهتين ممتزات بس احنا حكينا ليه اهم شغلة انه انت كيفية استعمالك للسيارة او شو استعمالك للسيارة قديش بتحافظ قديش بتعملها سيانة دورية وما لدانك بس سيد عبدالاله بصراحة الناس لما بتيجي بتشتري سيارة اكيد بتحب تكون منيحة وكويس وصحتها ماشاء الله عنها بس لايش بروحوا اكثر بالاي اتجاه في اي محور بيركزوا عليها انه مثلا هل انه هي متين قوية على الارض مثلا كويسة ولا لأ انها اقل تكلفة في عوامل كثيرة بس بسمع من المحيط العام انه اهم ايش التكلفة صحيح بس احنا هون يعني انت بتعرفي الاوضاع بشكل عام والشرايح المثلا الموظفين العمال واي بنادم كل واحد دايما بحاول انه يعتمد انه يدور على اشي يقلل التكاليف عليه هس هون يعني مثلا في سيارات مثلا بنزين بتكون مثلا سعرها خلينا نقول مكبول ومصروفها منيح يعني اصلا حاليا السيارات والتكنولوجيا اللي وصلت لها السيارات انهم حاولونه اقتصادية بانزين ولا ديزل انها بتكون اقتصادية يعني مثلا عندك محركات بنزين نزلوا مثلا سيسيم فيها ومع العلم انه هورس باور عالي بس بنفس الوقت اقتصادية بنزين ونفس الامر من روح على سيارات الديزل بس يعني برجع انه نرجع لاهم شغلة انه الاستعمال هو في شغلتين كمان كمان القدرة الشرائية والرغبة هدول العوامل اذا ما كانت ماشي بالخط السليم ممكن الانسان يختار السيارة اللي بيرغبها بس في حديث خالد حول غيار الزيت والفلاتر بين الديزل والبنزين وهاي المواضيع والحبشتكات شو صحيح صيانة يعني المحركات شكل عام يعني اذا كان الشخص بمتلك محرك سيارة بنزين او ديزل هي هي يعني للعلم يعني محرك البنزين بده صياني ومحرك الديزل بده صياني بس احنا بنرجع من كل هي القصة مش بس واقفة على قصة الصياني لانه صيانة محركين يعني اي اشي بده بده صياني محرك البنزين ده غير زيت فلاتر بوجيات كزا 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 يعني اكتر من شغلي محرك الديزل نفس الاشي فيه له صياني بس اهم اشي محرك الديزل انه متابعته مع العلم انه يعني في محركات ديزل جبارة يعني قوية كتير يعني اه من ناحية قوة من ناحية كل اشي اسمع يعني العلم كل ماله يعني بتطور كان زمان ايام لما واحد تقول مثلا معه محرك ديزل ايه تقول الصوت عالي وهذا في سيارات محركات ديزل بتسمع لهاش صوت زي زي البنزين صحيح 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 هس يسي بنحكي عنها صحيح ماشاء الله طب اه قديش انا كصاحب سيارة سواء ديزل او بنزين وانه الثنتين بدهن تغيير زيت وفلاتر كل قديش اه 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 اطلع كل اكمن كيلو متر افقد السيارة انه والله بدها اه غيار زيت بدها فلاتر وانت حيلو هسا هاي كل سيارة طبعا ببكى من الشركة المصنعة انه متلا في عندك انت غيار الزيت كل خمس تلاف كيلو كل عشر تلاف بعدين تيجي لنوعية الزيت في زيوت يعني صارت عندنا تيجي اتغيي اه يلزم انك تغير هذا الزيت بعد تمشي عليه عشر تلاف كيلو في خمس تلاف في اربع تلاف كل ايشي ايه ايشي فلاتر الزيت فلاتر مثلا محرك الديزل فلتر الزيت الشركة نفسها بتبكى قلتلك انه مثلا اول تلاتين الف بعدين بتغير ومثلا صير كل تلاتين الف عندك بعدين يعني اكتر من شغلة هس هاي المتابعة على سيارات جديدة مش انها صعبة وخلينا نقول يعني انه الحلو في الموضوع انه صيانة موجودة عندنا هم متوفرة والقطع متوفرة. كمان الشاشات السيارات اللي بتكون على التابل وهينا عددات دايما بنتبه انه بعطي اشارات للسقف اللي يعني التكنولوجيا بتنبه بتنبه. صحيح. انه اه عجل عندك عندك زيت. مية بالمية. صحيح. طب في سؤال بدي اسأله يا طالما انك برشلوني ميس سلر ولا بنزين? تلات. اربعة جابة بارك. ما كلك لا تلات. بنزين. بنزين وسلر وكاربا. هاي بريد. هاي بريد جدا. يعني جميل جدا. هذه المعلومات المتعلقة بالسيارات دائما وابدا كونوا على موعد في كل جديد في فجر اكترا. مواضيع متجددة. متنوعة. والاهم هي حياتية. كل ما بلامس حياتنا من مواضيع ومن جوانب. ان شاء الله راح نتطرق لإله. وبضيوف كرام مثل السيد عبدالإله نصيف لاعب سباق رالي. وكيف بس التفحيت في الوضع. لوز. هسا السبك الجاي خالد طالع معي. ان شاء الله تعالى. الحوق على الإجران خالد طالع. عبوسوكوليت هاي بريد. شكرا جزيلا لك. في النهاية شكرا لكم. لأخ وفاء وخالد. وشكرا جميع المستمعين من التلفزيون وراديو الفجر الجديد. شكرا لك عبدالإله. شكرا وبالتأكيد خالد شو وين نروح.